السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة في شوية حلقات بابقى متحمس جدا مستحمس كده فاهم ان انا اعرضها عليك دي حلقة منهم مبارح كان اليوم الاول من نصف نهائي بطولة فريستايل معزة فريستايل جريتست اوف اول تايم وماجنس قابل فيروزة وخسر المباراة الكلاسيكية الاولى من ربع النهائي النهاردة ماجنس كارلسن يخسر او يتعادل شكرا انت مش مكمل معانا في نصف النهائي يكسب يلعب حسم تعادل مع فيروزة ولذلك المعركة ومجرد وصف المعركة يشعرك بالتحمس لو ما حسيتش بدأفة عادي فيه ناس ما تتحمسش بسهولة يمكن تكون ما تعرفش ماجنس او ما تعرفش فيروزة بس يعني تعال انا اعرفهم سوا اعمل واحد لايك لذيذ واشترك في القناة ويلا بينا المباراة الكلاسيكية رقم اثنين تبدأ من ماجنس كارلسن ببيدأ مالك ايوة ببيدأ مالك اللي قدامه الرخ ده ايوة ببيدأ مالك من فيروزة جي ثري سي سي سيكس يمكن عايز بدأين في الوسط بس ممنوعة حتى الان عشان الفيل سي ثري جي سيكس نايت اي ثري نايت اي سيكس طب ايه طب ايه طب ايه طب ايه طب ايه طب ايه طب حاكل مش معقولة جماعة ده بقى الموضوع دخل يعني بقت منطقة اعراب بقى عنده دلوقتي قاله هتديكش وريني يا فيروزة هتديني كش ازاي طبعا فيروزة دغس جدا واضطر يرجع ياكل والان ماجنس ينتش ببيدأ كامل ولكن فيروزة ايضا يرجع البيدأ بس فيش ويت في حاجة مختلفة ان الشكل ده الحسنين موجودين ده رجع مكانه شفطة من القهوة بالحليب اللي من غير سكر اطلاقا بسم الله والان ماجنس انا عنده بحب العب نهايات فعلا بس الشكل ده متماثل جدا بطريقة مقززة لاي عم من عاوز البيدأ افضل حاجة تعملها مع ملهاش فيروزة في هذا الشكل انه يدفع البيدأ ويقوله تفضل وانا هطلبك وانت تمشي وبعدين اتفضل ده طبعا مش بيتخد بكيش لان الوزير واقف والشكل اقرب الى التعادلية لكن فيروزة قرر انه يدفع البيدأ والان دي فور فكرتك ايه فيروزة اني اروح اكسر واعوج بيدقي مقابل اني اخد السامي اوبن فايل او العمود النصف مفتوح ماجنس كارلسون يلعب نقلة ادتها علامة تعجب لانها عجبتني جدا 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 تضحيط بيدأ مؤقتة اتفضل دي مهمة قوي انت عارف لو بيت طويل مثلا اوكي ايوة كده والاسود اخد النقلة دي مثلا خلاص ما عدش في حاجة تقلق قوي اه الابيض هيفضل احسن شوية نتيجة البيادئ البيضة وقاضي الوقتي فيه فيل في بيدأ بس النقلة دي لما جت منعت دي فايف وقفلت على الفيل بس ده بيدأ ببلاش هرجعه بتبيه طويل وسيتبقى لفيروزة تلت بيادئ في منتهى السوق اربع بيادئ في منتهى السوق روكسي ايت هات البدأ بتاعي مش عايزة كسر عشان البيادئ بيزة دخول النهايات بتاعت البيادئ هتبقى مش في صالحي اطلع الفيل من الجحر والفيل الاخر من الجحر وبعدين العب شطرنجة كده هادي ورايق ما فيهوش اي مشاكل احط القطع في اماكن افضل طلبني طلبته حميت لفيت بالحصان رايح على مربع في منتهى القوة دي سيكس هاتو بيش بي فايف حميتو ادالو كش انا كنت شايف انو لو مشي هنا مفيش حاجة واضحة بس يمكن النقلة دي تبقى جامدة وابقى عايز الفيل وكمان محدش بنا ادم بيلعب ضد ماجنس كارلسن ويجي في وش الرخ كده بيبقى مقلق لكن انا شايف ان دي مكنتش وحشة لكنه لعب دي ودي الاولى على الانجن برضو الفرق بينها وبين التانية اتنين من عشرة ولا حاجة بس دلوقتي الكش واضحة وابنتش منك امتياز الفيلين تاكل تلعب ايه لو كنت مكان ماجنس في هذا الشكل انا هاعتبر انك وقفت ورجعت والنقلة هي بي فور اديتها علامة تعجب ليه عشان تخلصت من احد البيادق الضعيفة لفيروزا ولكنها الاولى على الانجن ومفيش اي مانع تعمل كده ودلوقتي في بداء سلك واضح جدا وده اضعاف هنوقعو طب ما يخلص منه لو انت عايز تخلص من الاضعاف لازم تتاكد ان ما فيش تفوت بس في الشكل ده في تفوت ولو التفويت تلعب انسى خلاص هندفع ده في ده بقوا اتنين سلكين دلوقتي فجي فور اتلعبت الانجين كان بيقول بيشب تأي 8 أفضل حاجة وعليها كينج بي 2 وبعدين روك بي 8 وتحول بحيث لما تدفع البيداء ما يقدرش يفوت لكن جي فور اتلعبت وعليها كينج بي 2 الرخ جاد في وش الملك نايت سي 7 علامة تعجب انا معايا فرق وبكسر معاك اجباري نايت سي 7 يا اخوانا انا عايز القطعة ولو انت كلت انا خدت قطعي بانا كسرت نايت بي 5 الرخ وصلت السابع والبيداء سقط بقى مادنس كارلسون معا بداء انسا الكين مجرمين روك اي 6 مشي من وشه رجع تاني تعايبني انكسر البادئ هتجري وانا امرأي بالبيداء دابل فيل وحتى لو اتدفع لحد لحد فين لحد هنا مثلا برجع الحق من هنا ممكن وكمان ممكن اكسره ومحدش يلحق البدائين يعني الفيل ما عرفش يوقف البدائين لو دفعتهم بشكل صحيح طبعا بي 5 حمل بيداء بدأ يطلع يدعم البادئ انها تدفع الملك قرب رجع عايز يوقف كده بس وتنتهي القصة ماجنس كارلسون في 41 نقلة مع تفوق 6.5 ويفوز ضد فيروزة ويجعل نتيجة الكلاسيك واحد واحد وريحين على حسم تعادل هذه المباراة ماجنس كارلسون اظهر فيها من وجهة نظري مادة بطل العالم خامة بطل العالم في كذا نقلة الاولى من وجهة نظري كانت ديفاين دي نقلة قوية جدا وممتعة النقلة بتاعت البي 5 اللي لعبها اللي هي معندوش اي مانع انه يفك البيادئ الركبة مقابل انه يتطور ويكمل طالما التفويتة موجودة دي كانت فكرة ممتازة نايت سي 7 قوية جدا عايز اكسر اجباري بالعافية برضو نقلة قوية بتدل على واحد فاهم قوي بصباح استمتعت جدا بمستوى ماجنس واداءه في هذه المباراة يلا بينا على حسم التعادل طبعا فيروزا قاعد بيحاول ان هو يسترجع ويستجمع قواه ويقول انا كسبت الرجل دا مبارح كلاسك اه هو كسبني بس دا مش هيحصل كل مرة مانا برضو كنت مقطعه في البطولة اللي فاتت وبرضو فضل يشد حيله ويجي من بعيد النهائي الاول كنت كسبانه روحنا على النهائي الاخير ان برضو كسباني 2-0 باين وشحاني بره وخد هو البطولة دا مش هيحصل المراضي هو في ايه وراحوا على حسم التعادل فيروزا هيلعب بالابيض ويلعب C4 مش الانجليش اوبنينج دا مش اوبنينج اصلا دا شكل مختلف في حصانين مع يعني التشكيله العجيبه اللي انت شايفها دي فيلينجان ببعض هنا والحصانين جان ببعض هنا وطبعا التبييد هتلاقي فيل ويه والحاجات اللي هي اللي بتحصل الغريبة دي نايت اف سيكس بيفور فيروزا نازل متنرفز ماجنس نازل متنرفز اكتر منه بدأ ببلاش ايه دا ليه يا عم عشان لما يأكل انا حاخد البيدأ دا كمان مقابل البيدأ اللي راحنا ايو بس دا بيدأ اقرب الى الوسط يعني هيبقى فيه كلام عجبني عجبني لا مش عجبني اللي هي I like it عجبني اللي هي Punish me واخد بالك ماشي هنا يقول الانجين اطلع بالحصان ويسيبي البيدأ وبعدين بقاطلع بالحصان التاني ليه يا عم ليه ليه اعمل كده ليه اصل التهديد ان نعمل كده وكده واحبس الوزير طب الوزير يمشي دلوقتي نطلبه يمشي هنا دلوقتي تطلبه يمشي هنا دلوقتي تاكل البيدأ ماشي يا عم الانجين متشكرين لهذا الابداع تكلمش تاني Knight F3 اللي عيبت هات الوزير والان عاد الوزير الوراء هذا البيدأ يعني مش هيبقى احسن حاجة انه يتاخد لان عندي اختراق على ال G7 برجع في الاخر والان فيروزا اخد البيدأ بتاعه كامل وماجنس عايز يضرب الستراكشر ده او يضرب الهيكل ده فلعب B6 نقلة منطقية وممتازة والان انا مكمل دفع في الوسط ماجنس اكل بيدأ في بيدأ فيروزا يكمل دفع في الوسط والان نقلة بينيهات الوزير يتحرك الوزير يقفز الحصان والان تبيت التبيت ما حصلش فيه اي حاجة المالك مشي من هنا راح وقف هنا بتعملوها بتعملوها فين يا جدعان ماشي ماشي ماجنس عامل نقلة مش حلوة اكل الانجين بيقوله كمل انت شارك يا عم ماجنس لكن هو اكل بيدأ في بيدأ ودي مش حلوة عشان الوزير دلوقتي جامد جدا وباصص على الحاجات F5 حميت الحاجات فيه كلت بالمرور رجعت بالحاجات بشب F5 ماجنس كارلسون في المباراة الاولى من حسم التعادل يخسر فرق تفوق واحد ونص الفيروزة بشب C2 تبيت ما عملش اي حاجة كده تبيت لان فيه ويه ودلوقتي بقى فيك تيك ماشي هاتي الوزير انت مش كسبان عليها التيمبو ده من شوية اسمحلي بقى انت مش حسن مني خلي بالك ماشي ماشي العب العب كوينت C7 نايت G3 E6 بيفتح للفيل الاسود نايت E4 فيروزة عاوز يكسر عشان معه فرق ماجنس يقول له مفيش مانع سيبني بس اكمل انتشاري من فضلك كوينت D3 لعبت والان هو عايز البيدأ G6 افل السكة الحصان مدفون لكنه يلعب دور جيد جدا في الدفاع عن الملك يعني هذه التضحيات مش شغالة يا مولانا نايت D4 A6 مانع نايت B5 والان على فيروزة ان يلعب G3 ملعبهاش G3 نقلة هجومية من الطراز الرفيع هجومية ايه انت بتقول ايه عام الحاج G3 معمولة خصيصا ضد انه يكمل انتشاره بنايت F7 الان التضحية قاتلة وتكملتها كينج G2 روك H1 لو الدوبامين عندك ارتفع واتبسطت بالمنظر الحلو ده لانه فعلا يفرح اي حد بيحب الشطرنج يبقى تعملنا واحد لايك وتشترك في القناة انه اي حد بيحب الشطرنج ما انت عارف الكلام ولا اي او طيب ماشا اوكي كيش F3 في بلاوي جاية طيب انما فيروزة لعب نايت B3 ايه ده طيب دي وحشة اه دي سامحك بنايت F7 ليه هي التضحية دلوقتي مش موجودة لا هنكسر كده حمشي مفيش حاجة بديني كش من هنا يعني هطلع هنا المراضي ومعدش في حاجة بديني كش من هنا يعني هافل السكة ترجع قطعة يعني انا اللي باجي دلوقتي ولو انت اكلت اتهايلي فيه بلاوي من هنا تفوق اتنين للاسود اه اوكي فالتضحية لفيروزة الان اصبحت فشلة F4 انا عايز اهجم على اي حال كينج G7 مفيش تضحية خلاص كينج H1 كان على فيروزة ان يلعب C5 حتى لو انه بدأ ببلاش مش مشكلة اطلاقا ولكن خدت من الاسود امتياز الفيلين دا للدرجات امتياز الفيلين دا يعني حاجة جمدة اوي يعني للدرجات هنشوف Knight D3 C5 اخد الفيل الاخر وحط الفيل على الوطر الطويل ماجنس كارلسون بعد ما كان الابيض ضد ماجنس مع تفوق واحد ونص اصبح الان الشكل تعدلي بس لانه مسيطر على Light Square Complex and the Dark Square Complex كيش رايح نهايات بالفيلين اه عادي هضغط على البيضة ماجنس هتزحلق اضغط انا كمان على البيضة Bishop D5 منع كمان الفكرة دي جوز اخد البيضة اخد البيضة وكان على فيروسة انه ينتش الفيلين ويلعب على انه يتعادل مثلا يدي كيش يحاول ياخد البيضة مش وحش sorry كيش يطلع وينتش البيضة مثلا انت فوق نصه الاسود مش completely winning يعني مش كارثي يعني لكنه ما خدش امتياز الفيلين ربطوا ماشي ماجنس نقلة دي زي ما ديها علامة تعجب ماجنس كارلسون يجد النقلة الوحيدة اللي تكسر وتخلي الموقف يبقى اوضح برخ قصاد رخ معنا دلوقت انت لو ما كسرتش الرخ حاكل رخ كاملة او ارجع فرقي شوف انت عايز ايه بس الفرق هيبقى عليه كمان بدقين خمس بادئ قصاد ثلاثة يعني هتخسر فدي النقلة الوحيدة اللي تنتش من الخصم الرخين تاخد واحدة من الرخين فيبان ايمة الفيلين اكتر الرخين وهما مع بعض هيهاجموا احسن هيشتركهم في ضغط على اضعاف رخ الوحدها ضغط مرة واحدة حماية مرة واحدة وانتهت القصة ضغط انا كالت البيدق وسبتلك الدنيا في بيدق سالك مجرم في فيلين سفحين الشكل التعادلي بدأنا نلعب في ضغط الوقت الملك يتحرك ضغطنا على البيدق بشبسي فرحة من البيدق يعود مرة اخرى يطلب الرخ ويبدأ يتزحلق بالبيدق السالك بتاعه بس ساب بيدق مش مشكلة البيدق ده هيبقى خطير لا يمكن متابعته رجع بالحصان يدفع البيدق والان ركهات الفيل وماجنس كارلسون بدلا من نايت اي تو اللي كان المفروض تتلعب ماجنس كارلسون بعد قيئة و23 ثانية يلعب افضل نقلة على الانجين تضحيت قطعة كاملة مقابل ان البيدق يجري ويبقى في سبعة وخلاص هيوصل ثمانية لازم ترأبه واخد منك الرخ ونخش النهاية المتعادلة جدا دي بيدق واحد بس زيادة وتعالى العم يا حبيبي ولا تعالى الحم ما وسعب بقوله الحم يعني شوف لك حد روح له بس ماليش دعوه بقصير المهم ماجنس معا بيدق كامل زيادة لكن في هذه الاشكال انا ممكن اكثر بيدق مع بيدق والحصان مع البيدق الاخر وتعادل شكل على بار التقييم اقرب الى التعادلين عايز اقولك ان هم هيفضلوا يلفوا حوالين بعض في ضغط الوقت بهذا الشكل بص كمان فيروزة هيعمل حركات مجرمة بص بص ايوان اه الحركة دي بتاعت لو اكلتني اكل وهذا الشكل التعادلي هسيب لك البيدق وده مش بيرقي لان مربع الترقية عكس لون الفيل ماجنس فهم الكلام ده سابه ومشي مش هاخد البيدق قعد تشقلب ولفه واتبسط هتقع في لحظة يعني هتقع يقع ايه يا عم؟ مفيش واقعان مفيش واقعان بلندر ايه اللي بلندرها؟ امال كان الصح ايه؟ الصح نايت بي 2 أو نايت اي 1 ويتلعب بعد كده بيشب سي 5 وانت تلعب كينج ايه 2 وتستنى مفيش حاجة يطلبلك ده ويطلبلك ده يا عم يمشي من هنا وروح هنا والشكل اقرب الى التعادل امال دي بلندر ليه؟ لان ماجنس كارلسون هيبدأ يعزل الحصان ده عن العودة انت لن تعود لحماية الملك لن تعود للقفز حوالي الملكك انا هعزلك وحاول احبسك معاكم دي ايه اولا ثانية ولا ساعة للكلام ده؟ 51 ثانية يلعب بيشب سي 5 الحصان يذهب بعيدا جدير بالذكر انه ان اراد العودة بهذا الشكل كينج دي 3 تمشي والان كينج اي 2 والحصان ده بيتحبس وما بيجيش هنا حاكله ولو مشي كده انا هدخل عليه بس يمشي كده انا هعمل كده الحصان يتحبس 1 2 راح الحصان ولا 1 2 ليه وعاكل ايه؟ النقل الجاي الحصان راح ففيروزا هرب بعيدا لكن ماجنس يقرب عليه الحصان يمشي ماجنس يطلب الحصان الحصان يمشي والان بيشب بي 4 زاجزوانج العب نايت باكت دي 8 عايز يهرب من هنا ويحاول يرجع معا انه ما فيش رجوع ما فيش رجوع اعمل ايه؟ بيشب سي 3 كينج اف 2 والان بيشب اف 6 هات الحصان يذهب الحصان الى هنا محاولا الهروب بيش وهنا ينسحب فيروزا ينسحب فيروزا ليه عشان لو مشيت هنا او مشيت هنا بيشب بي 6 تحبس هذا الحصان في كتاب بتاع اندي جيم اسمه دوميناشن مش اندي جيم بس وفيه تاكتك ميدل جيم يعني اسمه دوميناشن يعني ايه دوميناشن؟ يعني سيادة او سيطرة جاي بالمواقف دي انه ممكن مباراة معينة في نهاية معينة تقدر يقدر الحصان يدومينات البيشب يعني يسيطر على البيشب او البيشب يدومينات النايت وهكذا خد بقى منده كتير امثلة فاللي حصل ده بيسمه دوميناشن الحصان الفيلم سيطر عليه وملجمه تماما لا يمكن الذهاب الى اي مكان بمساعدة الملك ويفوز ماجنس كارلسن بالمباراة الاولى فيروز وكل مرة كده ايه وكل مرة حسب الله ده وطبعا الشباب اللي حواليه عبدالستارف طب ما تزعلش طب هاجبلك معرفش اهوة من غير سكر هاجبلك حاجات وهو سيبني يا عاما انا مش انا مش انتوا فاكريني ايه انا مش خايف منه مش خايف منه وكده وفا ماجنس ماجنس يلعب بيدا مالك قدام الوزير في هذا الشكل فيروزة يجي يعض اموسا اموسا انت بتلعب بتاعية ليه وكده وكده ومش دعلم منه اش خايف منك اتشي سيكس تفكرني خايف طب خد اتشي سيكس انا في صباح جبت اخر معاك امش هكسبك ازاي ما انت لسه كسبني مبارح مالك فيه ايه دا كده نايت افتو يكمل انتشار دي فاير نايت دي تو خلي بالك ماجنس كارلسون لا بيأكل ولا بيدفع يحافظ على التوتر ويكمل الانتشار استراتيجية مهمة جدا نايت دي سافن نايت دي ثري نايت اف سيكس سي فور ماجنس اخد البون بريك او الدفع البيدقية اللي هيشغل منها القطع بتاعته زي في الاول المباراة الاولى لما كان اف فور قصد اف فايف بيشب اف فور هات الوزير يتحرك الوزير كوين اي تو نايت اتش فايف رايح للمربعات الجمدة لا والله مرة تانية سي سيكس داعما الوسط بيشب اول ذا وي باك تي سي تو الصبر جميل الحصان يعود الى الوراء معدلو الشغلانة هنا والان ماجنس ياكل ياكل ويقفز بالحصان في مربع اقوى لو اكلت انا حاكل بالبيدق هذا الحصان اين يذهب اه ممكن تاكل كده واكل وبعد جالة الحصان يمشي كده وانا العب نايت بي ثري مثلا او العب اف فور والمساحة دي قوية اربعة على تلاتة تفوق واحد ونص دل ابيض لكن فيروزا يعمل نقلة في منتهل يعني عينك هتحس بالجرف يعني جرفان انا مش عاوز ااكل متاكلش بس مش عايز اوجع البيدق هتعمل ايه يعني هرجع كده يختي عليك ياه ايه المنظر ده اكل اكل والان ماجنس اكل اكل واكل اكل خلي بالك ان الرخ دي راحت الوزير في مكان مدافع يمكن اطلع كده واجيب الرخ هنا بمساعدة الحصان على البي ثري وهاجم بينما الرخ دي دلوقتي مدفونة الموقف لما بيتفتح او يبقى open في اشكال او في وضع ان الخصم قطعه في اماكن سيئة يظهر العب مباشرة نايت بي ثري لعبة الان والفكرة كينج رخ نايت جي فايف الانجين بيقول لازم تحل مشكلة الحصان ده بسرعة من خلال نايت اف ايت نايت هنا وتحاول تكسر وتطلع بالتاني مالهاش حل لا انا هلعب كده كينج اي تو الرخ بقت سم قاتل الرخ دي ميتة مابتلعبش حتى الان يعني ماينفعش اجي كده مثلا وحاول ان انا تامبو هيمشي فين؟ هيمشي هنا عايز اديك الكش دي ركت سي سافن هات الفيل ولو اديتني الكش امشي عادي ولو اكلت ااكل عادي وفيه كمان كش ماتلو يعني لو انت ماشي واو شفت فرقل مفيش وقت مفيش وقت ازبط قطعي في اماكن سيئة اجيبها لاماكن جيدة مفيش وقت للكلام ده انا اسرع الوزرية التحرك عايز هذا التهديد ومش شايفك ازاي عم يعني ماينفعش اديك كش واكل القطعة بصراحة هديك انا كمان كش واكل القطعة وبرضو مازالت مدفونة تفوق اربعة ابيض اف سيكس امشي عايزنا امشي او تطلع بالاحصان من هناه ولا من هناه لا امشي انت والان تخيل لو الاسود ياكل القطعة الحل مش انك تاكل القطعة اكلت القطعة جيدة لكن ادق حاجة تاكل عادي ومازالت عايز القطعة طب تمشي القطعة الان كوين سي 2 ممنوع يطلع اولا هو ممكن يطلع بس فيه تهديد قوي جاي لو طلع مثلا بوس نايت دي فور دي ولو انت اكلت مات في 3 كيش لانه كان الحصان واقف مانع تمشي كيش مات هات الفيل هات انت الماتات منع الفكرة طلع بالفيل هذا الحصان الان محبوسه ايوة بس انا ممكن ااكل القطعة دي يعني ممكن ااكل كده مثلا الان باكل عادي ولو انت اكلت بلعب بشي بتبي سيكس وعايز انافذ نفس الافكار تفوق ستة للابيض انت خدت مني قطعة صح بس القطعة دي قصدها محبوسة وما بتلعبش يقول الانجين بست مو في هذا الشكل انك ترجع ودي لك كيش واسبني وتمشي وبعدين اكل تخيل ما هو اصل لو لو اديتك كيش وانت اكلت وانا اكلت الانجين بيقول مات في 9 بعد كوين بي 6 يرجع وروك تي 7 عايز ماتات لو حميت بهذا الشكل 9 تي 5 عايز الكيش القاتلة لو تاكل بروك اديك مات اخيرا يتحرك الملك ولكن دوفي عالبيدق الان روك اي ايد تقريبا كان شايف تهديد هنا خافي يعني يقول الانجين بست مو في تدي الكيش وانا امشي وبعد كده ترجع بالوزير وتفوق 2 ونص للابيض لكنه اجيب الرخ كده وسامح بان الحصان يقفز كوين بي 5 لعبت شكله عاوز البيدق والمفروض تلعب ان لدي دلوقتي طالب هنا وطالب البيدق وتسيب البيدق عادي وانا امشي وما زلت عايز التهديدات معرفش هتحمي البيدق بهذا الشكل البشع الان هناك وزيرها هنا هات القطعة حتى ما فيش مربع رجوع تحمي لازم تمشي وساعتها حاكل وبقى ضغط على الحصان تفوق 4 الابيض لكن ماجنس اللي معاد اي او 5 ثواني يجعل الشكل تعادل تعادل تام بعد النقل الصح اللي ما تلعبتش بشيب تيكز اكل نخش هذي النهاية اللي ما فيهاش على فكرة حصان بينط ويطلب حاجة قمال ايه اللي حصل في المطش اللي حصل انه اكل بكش وسبه ومشي وبعدين رجع تاني يكسر طب ما كان ينفعش ياكل دلوقتي المشكلة دلوقتي انك حتى لو بتاكل معادش فيه تكسير وزراء ما فيش وزراء قدام بعض حتى لو عايز يكسر دلوقتي انا مش مضطر اعمل ده خالص انا هديك كش قاتلة بالفيل دفع البيدقية دي فشلة فيه سي سابن قاتلة ولو وقفت قدامها فيفل في بيدق مدفت ناشر على كلام الانجن قاله جلت تعال انكسر قاله بقولك ايه تعال انكسر بس معايا الحصان زي ما هو بيقفز القفزة القوية جدا والهائلة وعندما تذهب لحماية البيدق من يحمي هذا الحصان وتنتهي القصة بان ماجنس مع قطعة كاملة زيادة ما بتلعبش ويفوز ماجنس كارلسن اه انت هترجع القطعة بتاعتك بس يا جماعة يتبقى في الاخر قطعة ما بتلعبش بيادق سيئة سيتم الضغط عليها بهذا الشكل وينسحب هاد ده وهاد ده طبعا علي رضا فيروزة قايم والدمعة في عينيه مش مصدق نفسه لان كل مرة يحاول التغلب على ماجنس كارلسن اول خطوة ياخدها ويكسب بعدين ماجنس يشعر بالخطر سريعا ويلم نفسه ويضع نفسه في وضعية المقاتل اللي مالوش حل تاني غير انه يفوز دي دي اسمها شخصية البطل يعني لو انت عايز تعريف لشخصية البطل اللي بيحصل قدامك حالا هو ده شخصية البطل ماجنس كارلسن يضرب بونية يقوم منها عايز يضرب ميت بونية ميت بوكس ميت لكما دينجليرن مفيش شخصية البطل يخسر مطش انا نفسيتي تعبانة انا مش قادر اكمل انا راحت علي خلاص عارف انت الشعور ده ما عندوش اللي عند ماجنس كارلسن لما انا كنت انبسطت واستمتعت بهذه الحلقة ومعدنا بكرا ان شاء الله في ربع النهائي نص النهائي غادل اوكي النهاردة ان شاء الله يمكن نعمل بطولة ساعة 12 بالليل ولا انا شوف لسه مش عارفين او يمكن نخلي البث المباشر بعدما البطولة دي تخلص نبقى نعمل بث مباشر اتمنى اكونوا ببسطة واستمتعتوا واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته